اما موافقتها لمنهج السلف الصالح رحمهم الله قال الإمام ابتيمية رحمه الله والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل أحد عن هدي خير الوراء وهدي خير القرون إلى ما هو دونه فالسلف هم خير الناس فهما لنصوص الكتاب والسنة وهم أعلم الخلق بأحكام الشريعة وذلك لقرب عهدهم بالوحي وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة وكانوا أعلم الناس بلغة العرب فإن أجمعوا على شيء فالوسطية في إجماعهم وإن اختلفوا فالوسطية لا تخرج عن أقوالهم فإنه ما كان الله تبارك وتعالى ليخفي الحق عنهم ليعلمه غيرهم وهم كانوا أنقى وأتقى الخلق لله لذلك كان من شروط وضوابط الوسطية في الإسلام أن توافق ما كان عليه السلف الصالح في القواعد والكليات لأن الجزئيات لا حصر لها فإن وقع ما يخالف منهج السلف الصالح في ذلك فهذا دليل على أننا لم نصب الوسطية إما لسوء في الفهم أو لخلل في التطبيق أو في الأمرين معا فقد كانوا يأخذون من كل شيء بقصد لا ميل فيه يحرصون على التوسط والاعتدال وكان ذلك عندهم أصلا يرجع إليه والسلف رحمهم الله هم أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الهواء وإعمال الرأي بل كانوا يذمون أهل الهواء والآراء لأنهم ينحرفون عن وسطية الدين الإسلامي بمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ويؤثر عن الإمامين الحسن البصري ومجاهد بن جبر المكي رحمهم الله تبارك وتعالى أنه ما قال إنما سمي هواء لأنه يهوي بصاحبه في النار عياذا بالله ومن خصائص سلف الأمة رحمهم الله ومذهبهم الذي رسخ العقيدة ووطدها وأطرح طرائق الإفراط وطرح طرائق الإفراط ونبذها كونهم لا يعتقدون العصمة في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكل واحد يأخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ويرون أنه لا يصدر عن غير وروا أنه لا يصدر عن غير الكتاب والسنة والإجماع ويرون أن القياس الصحيح من مصادر الشريعة وأن الشريعة التبعية لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تساوي بين المتغيرات ويفرقون بين الخطأ والإثم وبين النصيحة والتعبير وأنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح وأن الحكم الشرعي واحد والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وأن الدين جاء لإسعاد البشر يجمع لهم بين متطلبات الروح ورغبات الجسد وأنه وسط لا إفراط ولا تفريط وأن ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه خير وصلاح وسدعى سعادة للبشرية سواء في العقائد والعبادات والمعاملات والإخلاق والأخلاق وأنه ما فرط في الكتاب من شيء غير أن الخلق متفاوتون في إدراك ذلك لتفاوتهم في العلم والفهم لذلك من أراد الوقوف على الوسطية الحقيقة فليفتش عنها عند سلف الأمة الأخيار الأئمة الأبرار فإنه سيجد ما يشفي عليله ويروي غليله فإن لم يجد المسألة بعينها قد نقلت عنهم وحكي فيها قولهم فليقسها على نضائرها وأشباهه فإن وجد ذلك فإنه واجد ذلك ولابد خلاصة القول يا رعاكم الله أن الوسطية الحق تمثلت في حياة السلف قولا وعملا لأنهم تعلموا قبل أن يقولوا ويعلموا ويعلموا فمن أراد اتباعهم فعليه بأهل العلم وأتباعهم